منذ أسبوعين توقفت عملية استخراج الفصفات بمناجم مدينة ترديفة الواقعة في قلب الحوض المنجمي في جنوب غرب تونس خيبة الأمل من معود لم يوفى بها قبل وبعد الثورة أدت بهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل إلى شل حركة الانتاج لما يمثل الثروة المعدنية الرئيسية في البلاد طلباتهم تتلخص في كلمة واحدة العمل بحسب الإحصائيات الغير رسمية نصف أهل المدينة عاطلين عن العمل مع خمسة ألاف موظف شركة قفصة للفصفات هي أكبر ربوب الأعمال في المنطقة ولكن تحت نظام بن علي كان الحصول على منصب عمل مرهون بتقديم رشوة ظهر أحد ضحايا هذه السياسة فرغم مخاطر العمل في المنجم هذا الشاب ذي 28 عاما والحاصل على شهادة هندسة ميكانيكية أخفق مرتين في مسابقة التوظيف تم علاقة ما بيننا إحنا وإياها شركة فصفات قفصة هي الأم وإحنا أولادها يعني إحنا ديما مضرين من الهواء مضرين من التلوث بيئة خيبة صحة مشوفنا منها حد شيء بالرغم العائدات من تاعها القوية عائدات تتلش أكثر فأكثر منذ يناير الماضي فكل فترة احتجاج تكلف شركة الفصفات خسائر قدرها 2 مليون يورو في اليوم ولمحاولة وضع حد لهذه الأزمة وعدت الشركة بخلق 3000 منصب عمل مخصصة أساسا لسكان المنطقة ترجمة نانسي قنقر